مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الخميس 5 نوفمبر 20 التاني اليوم الأمر مرافقنا كل نهار من برش السرطان الأجواء مفروض تكون كتير مهمة كتير حلوة كتير فعالة كتير ايجابية لمواليد الأبراج المائية مواليد السرطان مواليد برش العقرب مواليد برش الحوت كذلك مواليد برش الثور ومواليد برش العذراء هذا يوم بعتبره ممتاز لكل هذه الأبراج حتى في احتمال انه أبراج أخرى كمان يطلع له الكثير من الإيجابية المثلث الفلكي المائي بين الأمر والشمس بيسهل كتير الأجواء عالميا مع احتمال انه الأبراج اللي ذكرتها هي تكون الأكثر حصا كيف بدي يكون انهارنا البداية مع برش الحمل من الأبراج يمكن مولود برش الحمل يغرق بفنجان قهوي غرق حاله بفنجان قهوي بسبب كلمة بيسمعها بسبب انفعال تفاعل أو يمكن حتى مناظرة أو مناءشة ما أشخاص بيعرفون بحس أو بتحس مولودة برش الحمل أنه الأمر هذا ما كان له لزوم باتيتا لكن ما تخضوه على محمل شخصي شو ما بيصير اليوم؟ ما تخضوه على محمل شخصي المسألية اللي لازم تنتبهوا له هي مساء المعاملات ونتبهوا أيضا من مشاكل صحية خاصة خمسة ستة سبعة نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثاور اليوم مواليد برش الثاور بعيشوا لحظات جميلة جدا مواليد برش الثاور اليوم قادرين أنه تنقشوا وتوقفوا بوجه شخص معاكس للكون أو هو الشخص أو هي الشخص يلي كانوا حطين حجر عثرة في دربكم إذن اليوم مواجهة الخصم محتملة جدا مع احتمال أنه تكونوا أنتوا الرابحين مع شرط واحد للنجاح هو أنه كلامكم يكون بمحله العناد ممنوع الكلمة الفضة ما إلا مطرح أبدا اليوم لأنه بتكسر كل القاعدة وبترجعوا تبلشوا من السفر إذن التعامل المرن اليوم في أي مواجهة في أي حديث في أي نياش في أي اجتماع لازم يكون في مرونة من قبل طرفين خاصة من قبل مواليد برش الثاور بالنسبة لبرش الثاوساء اليوم مواليد برش الثاوساء بيلاحظوا أنه هناك معطيات جديدة بتبين عنكن بشغلكون وبدرسكن يمكن حدا من الأهل بيوصلكن خبر أو بمعنى أنه في مسألة بيكونوا تشتغلوا عليها تساعدوهم فيها أو يمكن من المدرسة من الجامعة في بعض المعطيات المهنية يلي توصل لمكتبكن وبتكن تشتغلوا عليها اليوم نهار ضروري يكون في دقة في التعامل مع الحسابات الحسابات خاصة الحسابات المالية قبل ما تسلموا شغلكون شو ما كان هذا الشغل بتكون تعيدوا النظر فيه وإلا حتى كل أوراق ترجعوا تعيدوا النظر فيها وترجعوا من جديد فبتكونوا ضيعتوا وقت وعزبتوا حالكم على الفاضي فكونوا حذرين المسائل الصحية الطبية الاستشفائية كمان يكونوا حذرين مننا خاصة إذا فيه من مصروف باتجاهها بنتقل لبرش السرطان مع وجود الأمر ببرشكم مواليد برش السرطان اليوم قادرين تتعاملوا مع الظروف بقوة بنفسية قوية بحماسة بتفائل وبثقة في النفس عليه جدا مواليد برش السرطان من الأشخاص يلي قادرين ي خلص كفى بتقولوا كلمتكن قالوا كلمتهم وما مشى ما بديكن تمشوا بتضلكم بأرضكن لا تاخدوا لانتو بتريدوا هناك نوع من صفقة جديدة هناك نوع من رؤية جديدة صفحة جديدة مجلد مختلف كليا عن السابق مواليد برش السرطان أنتم اليوم الأقوياء الأنجح الأكثر نشاحا الأكثر مهارة وخبرة بكل شي اليوم مواليد برش السرطان ما تضيعوا ولا لحظة من هذا اليوم الثمين جدا يلي هو من أكثر الأيام يلي بقدم لكم الأمور على طبق من فضة كلكن محظوظين اليوم بنتي إلا برش الأسد اليوم نهار ضعيف لمواليد برش الأسد من الأيام لضعيفي من الأيام يلي تسمح لمولو برش الأسد أنه يخد وقته إلا على الطريق إلا إذا أنت مسافر إلا إذا عم بتسوق أو رايح مطرح لأنه هون التأخير المعاملات البطيئة معقولة اللي لا تفاجئكن وتصدمكن أحيانا لكن إذا أنت بشغلكون أنتوا بمدرستكم بكون تعملوا حساب أنه الجو هادي وبالتالي ما تعقدوا حياتكن الأمور بيكون تشتغلوا عليها بدأتكون أمور بسيطة ما تعقدوها بدأتكون تنطروا ليوم السبت لحتى ترجع الأمور تتنشط عندكم احتمال يكون فيه تعب صحي أحد الوالدين أحد أفراد العيلي فيه تراجع في بعض الأمور وخمول وركود بامتحانات بدأتكون ندأ وفيه يوم غير مناسب لهالإشياء باتاتا باتاتا بنت إلا بشغل عذراء مواليد بشغل عذراء وعدكن أنه اليوم هو يوم يوم حلو كتير بيردلكون المعنويات بيردلكون صفاء الذهني بيردلكون القوة الدعم تتمكنوا من كل شي اليوم ما ولي بشغل عذراء منكن لحالكن اليوم ما ولي بشغل عذراء وكأنه الكون كله واقف إلى جانبكن هنالك دعم بيوصل لألكون دعم مسبق كنتوا طالبينه من قبل بيوصل يمكن طالبين مساعدة من الأهل يمكن طالبين شيء من البنك من المصرف في بعض التطورات الحلوة يلي رح بتتفاجئكن يلي رح تتفاجئو فيها طبعا رح بتلاقوا حالكن في خضم بعض المناقشات الحوار مفيد جدا اليوم ما تسكتوا حكوه وما في لزوم أبدا تعصبوا لأنه الأمور منها لحالة رح تزبط لكن ما تستسلموا أبدا بنص الطريق بشيء مش على زوقكن كلكن محظوصين اليوم موالي برشق العتراء بالنسبة لبرشق الميزان موالي برشق الميزان من الأبراج يلي بتتكركب يعني بتتعثر عند بعض الأمور لبرها معينة فإذا بدكن تنزعوا كل الموضوع فقط لأنكم تعثرتوا أو لأنه تفركشتوا بهالقصة أو لأنه صار فيه طلب لإلكن شالكن من راحتكن وفيأكن بكير وقالكن يلا شتغلوا تركوا هالنومة فيه وقوموا وبلشوا بالشغل موالي برش الميزان هذا اليوم هيك رح يعمل فيكن رح يشيلكون من نومكن وبيحطكن جاهزين بسرعة على شغلكون فحضروا حالكن من يوم الأربعة إذا عم تسمعون عم تسمعوا هذا الفيديو الأربعة حضروا حالكن يوم الخميس رح بيكون يوم حافل بالعمال وما بتقدروا أبدا تفشلوا لأنه بتأثر ضغري النتيجة على استخراركن على موقعكن وعلى سمعتكن كونوا حاضرين على أكثر حظا فيها تكون 2-3-4 أكتوبر كمل مع برش العقرب اليوم مولو برش العقرب من الأبراج اللامعة من الأبراج الساطعة من الأبراج يلي عملها مدوي مثل موالي برش السرطان موالي برش السرطان موالي برش العقرب عم بيتنفسوا على الموقع الأول فأصداءكن شغلكون مدوية جدا ناشحين بتوصلوا بتحطموا أرقام قياسية اليوم موالي برش العقرب شو بدكن تعملوا بدكن تشتغلوا بدكن تنجموا يعني توصلوا إلى نجمكم يصير ساطع جدا نجمكم يصير قوي جدا أنتو نجمكم اليوم كتير قوي كتير حلو كتير مميز موالي برش العقرب أصلا أنتو ما بتخافوا ما تكون خويفة لكن اليوم يمكن يحطكن أمام تغيير وكأنكن على مفترق طريق تنحط قدامكم خيارات جديدة واحدة منه بتنقسكم لكنها هي واعدة وبتفتح لكم عيونكم بتضوي عنكم الأضوية بعيونكم وبيراسكم بتفكروا فيها بحضروا حالكم في بعض المفاجآت السرى جدا يلي بدأ بابكم خاصة الأشخاص موالي بشو العقرب يلي عم بيشتغلوا هالشي يلي قاعدوا سهيينوا وفرقاني معوا بيمروا قطار الحظ مرور الكرام ولا حتى بتدروه فيه ننتقل لبشو القاوس اليوم مواليد بشو القاوس في مرة عليكم ثلاثة ييم صعبين ثلاثة أو الأربعة اليوم الخميس انتو عم بتحاولوا ترجعوا تركبوا الأمور ترجعوا تردوها هالقاعدة يلي انتو كنتم ركبينها في السابق يمكن بها ثلاثة ييم اللي ذكرتون فشلت أو وقعت أو تكثرت تهدمت فعم بتحاولوا اليوم ترجعوا تمدوا الجسور وترجعوا ترتبوها وبتقدروا لأنه هذا يوم هو يوم مناسب جدا لتبادوا المعطيات للمحاولة ولتكرار المحاولة بتكون كتير تروحوا وتلاقوا الطرف الآخر مش بس الطرف الأطراف الآخرين مش بس تعدوا تنتروا لتوصل اللقمة لعنكم اليوم بتكون تضطروا تشاركوا اللقمة مع الناس تانيين لحتى يمشي الحال الجو متعب انتبهوا لصحتكم متجازفوا المجازفة ممنوعة خلال هذه الفترة قبل ما تصل الشمس لبرشكن المجازفة ممنوعة بتايتا بتايتا يعني لـ 22 نوفمبر 22 تاني لازم تسمعوا الأبراج الشهرية كنوا حضرين 12-13 ديسمبر كمل مع برش الشادي موالي برش الشادي التحدي موجود لكن انتو أدى أدى وقدود التحدي موجود المشكل موجود إذا انتو بدكن لكن لشو المشكل بعدوا عنه بعدوا عن المشكل بيتحدوكن مبسطوا روقوا قوليولون ايه متل ما بدكن على الراس والعين شو ما بدكن أهلا وسهلا ليه لأنه الجو العام منو سلبي فما توقعوا بالفخ انه حدا عم بتحديكن يعني انتو خسرتوا انتو مخسرتوا انتو بتقدروا تربحوا معركة اليوم بالكلمة السلسة جدا متل المثل نقول ببناء بيخدك على البحر وبيردك هيك اليوم بتقدروا لكن التحديات موجودة موجودة وعم تمشي تحت اجريكن وانتو ما معكم خبر متل المي تحت اجريكن ما معكم خبر هيك اليوم فكونوا حاضرين موالي برشالشادي اليوم بتقدروا فعلا توصلوا إلى نتيجة إلى خواتمها خواتمها بتكون جيدة جدا بيئة سلاسة بيئة المرونة بالديبلوماسية وبالحنكة وبد يكون معكم أشخاص وقفين معكم عموكم يعني بدي يكون في شوية عم تعرفوا تلعبوا بعدوا عن المشكل ستة سبعة عشر كانون التاني يناير الأكثر حظا حظا 11-12-13 كانون التاني يناير بتبدروا بنت إلا برشالدلو مواليد برشالدلو اليوم هو يوم من أولو لآخرو بيحطكن بيخليكن على أعصابكن من أولو لآخرو من أولو لآخرو عاديين ناطرين لتقصبط القصة الكمبيوتر عاديين عم تشتغلوا كل نهار عم بتحضروا الأوراق عم تشتغلوا بالأطروحة لأنكن إياها الشغل قبلوا طلوا عدوا مواليد برشالدلو ما بيتحاكى معه ما حدا بيقدر حكي معه مواليد برشالدلو ويمكن حتى عقلكم مش عم بيسمح لكم إنكم تتقبلوا فكرة شخص آخر عم بيساعدكن عم بيعطوكم عم بيعطيكم مجال حتى تضبطوها يمكن شافوا هني خطأ ما شوفوا يمكن معون حق خدوا وعطوه حاولوا أيضا حدا يساعدكن معلاش إذا سلمتوا حدا شي يساعدكن لكن كونوا أنتوا عم بترأبوا شو عم بيصير أنتوا بيحاجة اليوم إلى مساعدي لأنه شغل كتير ويمكن حتى مش ضروري شغل لكن تكون أعباء أعباء عائلية الأهل الولاد أمور أنتوا بيبايتكن في شغل ما عم بتلحقوا أكتر من شغلي تعب جسدي في بعض الأمور المخربطة اليوم فانتبهوا خاصة مجازفات مالية ومهنية ممنوعة كليا تبهوا لصحتكم بالنسبة لبرش الحود اليوم مولو برش الحود من أقوى الأبراج وأغناها قدرة و حتى ازدهارا المؤهلات اللي عندكم إيها اليوم كلها بتبين تظهر تظهر المعطيات المؤهلات والكفاءات اللي عندكم إيها موليد برش الحود أنتوا اليوم من الأبراج الأحلى الأقوى والأنشح اليوم أنتوا بتبدعوا بسهولة بتبدعوا وأنتوا بتوقفوا مع أو بتنحطوا مع لقاحات الأبراج الأنشح والأقوى فيكن تكونوا الرقم الأصعب فيكن تكونوا الرقم واحد بنجاحكم وبشغلكم لكن بتكونوا كتير متمكنين ومن شان هيك تعمقلكم إذا أنتوا النهار الثانيين والثالتة والأربعة غرقتوا غرقتوا حالكم بهالقصص القصص البسيطة النفسية يمكن توصلوا مضع ضعين ليوم الخميس فبلاها من الأول أول ألحظ معكم 200% من أجمل الأيام في هذا الأسبوع وفي هذا الشهر شو بتكون أحلى من هيك بختم مع مولود اليوم بقلوا لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة سنة بتحلقوا فيها بالعالي بتحلقوا فيها يمكن حتى فعليا بتحلقوا بالعالي بتسافروا ما بتعودوا تهدوا ما بتعودوا تغطوا رايحين جايين فيه سفر فيه انفراجات كتير كبيرة تحمل ازدهار لكن بدي لكم أنه بكم تتابعوا كوكب أورانيوس كل هايدي السنة خاصة لأولادكم إذا عم تسمعوا لأولادكم لأنه فيه احتمال يكون فيها تحديات هذه السنة هذه السنة عم بتبل شو يعني يعني بكم تتبهوا من سنة 2021 لكن بشكل عام هي السنة بتقدم لكم الكثير من الفرص لازم تعرفوا تستفيدوا منها نوفمبر ديسمبر أدار مارس حزيران يونيو تموز يوليو وسبتمبر من أفضل الأشهر بدي أتمنى لكم يوم سعيد إلى اللقاء باي باي